الخبر اللي جالنا فجأة كده في المنشتات في وسائل التواصل الاجتماعي في كل مكان ظهر فجأة كده القبض على سيدة بفعل فاضح في البلكونة هو الخبر كده جيه القبض على سيدة عارية بفعل فاضح في البلكونة عارية يعني ما هو يعني فطبعا الخبر ده كده يعني يعني مزعج يعني 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 مش عارفين ده جاي ازاي واتعمل ايه وفيه ايه وايه السيدة دي وايه الحكاية وايه الموضوع في التجمع الاول القاهرة الجديدة المكان طبعا يعني مكان يعتبر مكان راقي يعني مش مش مكان عشوائي مثلا او مكان يعني اي كلام يعني بس الخبر ده انا لما شفته على فكرة يعني افتكرت افتكرت على طول نجمنا الجميل الراقي نجيب الرحانة الله يرحمه بقى نجيب الرحاني ده كان فنان يعني الكوميديا الساخرة ومعاه سراج مونير في فيلم سي عمر لو تفتكه لما كان سراج مونير كان ليه لازمة كده في الفيلم يقولك الموضوع ده فيه ريحة اسمه ايه ده انا بقى اول ما شفت الخبر بالطريقة دي حسيت ان الموضوع ده فيه ريحة اسمه ايه ده المهم توالت الاحداث بسرعة مطلحقة جدا قوة طبعا طلعت من اسم التجمع راحت ابضت على السيدة في بيتها خلي بالكم فعل فاضح المفروض يتكمل يعني فعل فاضح في الطريق العام هي دي الجريمة اللي بنعتبرها يعني لكن لا دول ابضوا عليها في بيتها في البيت المستأجراء يعني وطبعا هي لابسة هي مش عارية ولا حاجة يعني زي ما بيقولوا زي الخبر ما قال هي لابسة مايو بيكيني فيه ناس هيقولوا لا دا مش مايو بيكيني دا اصله ملابس داخلية ما هو الملابس الداخلية دي هي الميو بيكيني حضرتك بس دا بسعر ودا بسعر يعني والمايوهات البيكيني اللي كانت في السحل الشمالي عندنا الصيف اللي فات والحفلات الماجنة اللي كانت بتتعمل والرأس والدنس والقبولات والأحضان المياهات البكيني دي أبشع من الملابس الداخلية بس عشان نبقى متفقين من الأول أنا ما بدافعش عن الست بس أنا بدافع عن قيمة معينة لازم نتنبه ليها طلعوا طبعا وراحوا وقبضوا على السيدة دي ولفوها بملاية ما علشان بقى جسم الجريمة حضريفك يعني لكنها خارجة من بالضعارة لحد كده وطيب إيه الدليل الدليل فيديو فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وتشير في العالم كله ده مش في مصر ده في العالم كله ده على اليوتيوب بقى وعلى الكلام ده انتشر على اليوتيوب وبتاعه ويلا هب 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 ويلا نحقق مع الست دي الست دي طلقت أوكرانية سائحة أوكرانية ومستأجرة الشقة هي وزميلات ليها وجاية تقضي عشر تيام خمساشر يوم شهر بالكتير لأن الفيزا السياحية بتبقى شهر أكساها أو شهرين لو تمدت المهم السطة طبعا ما عندهاش فكرة عن الكلام ده لأن هما يعني أنا عايزة أوضح حاجة بس في البداية كده بس معلش علشان ايه نخش في الموضوع يعني في أوروبا والدول المتقدمة وروسيا بقى أو الكتلة الشرقية يعني أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية وأمريكا وفتاعه وكلام من ده هما يعني اخترعوا قوانين وضعية قوية جدا في حكاية التحرش وكلام ده كله ومشيين بيها بصرامة فظيعة جدا يعني والتحرش عندهم على فكرة مش 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 ما احنا فاهمين يعني أو شبابنا فاهم ان التحرش بيبقى بالإيد وكلام من ده لا لا ده ده بس عالشان انا بقول الكلمتين دول بسرعة كده عشان لو في شاب من عندنا أو رجل أو حاجة يعني سافر يعني ربنا كرم وسافر يعني خلي بالهم الحكاية دي قوي التحرش هناك عندهم يا بالفعل يا بالإيد يعني يا بالنظر يا بالنفذ يا بالسلطة تخيلوا بقى هو ده التحرش عندهم عايزة اوضح لكم نقطة مهمة جدا وطبعا حزاري ان اي حد شاب اي شاب يسافر اوروبا الشرقية اوروبا الغربية امريكا بتاع يقع في المحزور ده تخيلوا ان احنا عندنا في الإسلام من 1400 سنة الرسول عليه الصلاة والسلام عليه أشرف الصلوات والسلام وأعظم الصلوات والسلام جاءت الرسالة المحمدية بتقول غضوا البصر غضوا البصر ولا تجسسوا غضوا البصر ولا تجسسوا من 1400 سنة ده القانون الإسلامي بتاعنا اللي وضحوا لنا الرسول عليه الصلاة والسلام عارفين يا جماعة المقولة دي دي بتلقص كل القوانين الوضعية اللي عملينها أوروبا وفرحانين بها قوي وهي عندنا من 1400 سنة بس احنا طبعا لان احنا يعني متعودين على الحفظ والإراية لكن التدبر اللي ربنا أمرنا به التدبر ده أهم على فكرة من الحفظ لكن احنا ماشيين في المبدأ ده على طول مبدأ الحفظ وخلاص المهم يعني ما خبيش عليكم السطة طبعا لما راحت الاسم وهي بالظبط كده هي سائحة زي ما قلت أوكرانية راحت الاسم وكلموها طبعا وهي بتجيد الإنجليزية يعني وكويس إنها بتجيد الإنجليزية لأنها لو كانت تتكلمت بالأوكرانية أو الروسية بقابدني بقى لو حد كان فهم المهم اتضح إن هي في بيتها في شقيتها اللي هي مستأجرها هي وزميلاتها وطلع من الريسبشن عندها دخلة على البلكونة علشان تجيب حاجة أو تعمل حاجة وقالت إنها كانت بتتكلم في الموبايل أو بتخطب حد يعني من قرائبها أو من معارفها في أوكرانيا يعني لايف يعني بالموبايل يعني فها وقفت تتكلم في البلكونة بالموبايل وهي لابسة البكيني أو الملابس الداخلية اللي هي كانت في السحل الشمالي الميوهات البكيني أبشع من الملابس الداخلية اللي إحنا كنا بنشوفها على فكرة وبنتفرج وبتعمل أعلى مشاهدات المهم يعني أنا عايز أسأل سؤال هنا معلش عشان اللي ازدواجية في المعايير دي صعبة قوي لما قلت فيها ريحة اسمو إيدا آه فيها ريحة اسمو إيدا ما هو أنت حضرتك السياحة تدفقت على مصر من بعد كمان طريق الكباش واحتفالية طريق الكباش الجميرة الرائعة اللي العالم أشاد بيها وقبلها الممويات طبعا اللي هو متحف الحضارة لدرجة أن اللقصر كانت فول يعني ما فيش أوضة في اللقصر الفترة اللي فاتت دي طب أنا عايز أسأل سؤال لما السائحات الغربيين لما بيروحوا اللقصر دي الوقت حاليا يعني والجو هناك مشمس وجميل يعني وبيبقوا لابسين الهوت شورت والبادي نقبض عليهم؟ ما هو ده في الطريق بقى؟ ده فعل فضح في الطريق بقى يعتبر؟ يعني ده يعتبر فعل فضح في الطريق مش في بيتهم ده في المعابد الأسارية يعني المفروض نقبض عليهم؟ طب ما نغض البصر يعني لو إحنا تعبانين قاوي يعني نغض البصر يا سيد النظرة الأولى لو إنت شفتها مفيش دعي للنظرة التانية إنها هتحسب عليك ده في الفقه مش أنا اللي بقول وأنا مش فقه على فكرة إسلامي ولا بتكلم بإسم الدين يعني حشى لله يعني ما قدرش أقول الكلام ده لكن وقعت السيدة دي فيها دلالة غريبة جدا الست دي في بيتها كانت في الريسبشن طلعت في البلكونة علشان تنجس حاجة أو تجيب حاجة أو تنشر غسير أو حاجة على فكرة إحنا في المصايف على فكرة بنشوف فتيات وسيدات بيطلعوا ساعات من البحر بالميوهات وبيطلعوا على البلكونات وبينشروا الفوت والبشاكير والحاجات دي وما بيلفتش نظرنا الموضوع ده قوي لكن الغريب في اللي حصل في التجمع ده إن في شخص رجل أو امرأة الله أعلم محدش عايز يوضح لنا الحكاية دي صور الوقعة بتاعة السيدة اللي هي لم تتعدى الدقائق يعني دقيقة أو دقيقتين أو أقل من كده كمان صورها بس الأغرب من كده إنه بصورها بزوم بتاع تلتمئة ربعمائة متر زوم تلتمئة ربعمائة متر يعني ده مترصد يا جماعة طب الراجل اللي صور ده وشير وفضح وعمل الدنيا دي كلها قبل ما يحصل أي تحقيق مش يمكن تكون الست دي يعني عندها حاجة نفسية مثلا تعبانة نفسيا ممكن تكون مصرية هو يعرف منين مش ممكن تكون عندها حاجة نفسية مش ممكن تكون مش طبيعية طب ليه شير الفيديوهات دي وكل ده قبل ما يحصل تحقيق أو قبل ما يحصل كلام من ده الرقي كان بيقول ايه بيقول لو في جريان جنب منها وتضرروا من الموضوع ده طب ما يست ولا اتنين ولا حاجة يروحوا لها ويكونوا بيجيدوا اللغة الانجليزية وأكيد في التجمع يعني في ناس بيجيد اللغة الانجليزية يعني اعتقد كده يعني ويروحوا يتكلموا معاها وقولوا لها يعني ده بالنسبة لنا صعبه بتاعه بس الشيء الأغرب إن الستي دي لما بتروح شرم الشيخ بتبقى كده في البلكونة وبتبقى كده في الفندق وبتبقى كده في الريسبشن بتاع القتيل وعى البلاج وممكن في العربية وممكن في الشارع وممكن ممكن في كل حتة ده في شرم الشيخ او الغرداء خلاص هل هو في قوانين موجودة في شرم الشيخ يعني شرم الشيخ دي ولاية يعني ولاية تانية يعني زي كاليفورنيا كده الغرداء ولاية تانية زي تكساس مثلا كل ولاية ليها قوانين ولا هي قانون واحد بيدير الجمهورية بتاعتنا كلها ما ده برضو سؤال ايه المزدواجية يعني ايه اللي الزواجية دي يعني القاهرة الكبرى قوانينها غير شرم الشيخ وغير الغرداء ما احنا حاجة من الاتنين يعني ينبقى شمال ينبقى يمين لكن حطة المرجاحة دي ما تنفعش يا جماعة دي هتعمل لنا مشاكل وبعدين الراجل اللي صور او الست اللي صورت دي مفيش اي تغبة توجهت لهم يعني يعني حنعتبر الست دي يعني اهي ما هيطلعت مفيش حاجة دي طلعت دخل البلكونة وخارجة من الريسبشن وطلعة من الريسبشن ليه بتعملوا كده ليه تلفوها بملاية وتنزلوها ليه تفضحونا قدام العالم ليه طب ما تغض بصرك يا اخي ما تقفل السطرة بتاعتك انت طب ما هي ما هو على فكرة على فكرة طب انا البيت عندي الوميتال على فكرة يعني او بيوتنا كلها دلوقتي بقت الوميتال والازاز ميرور والتجمع على فكرة كله كده ازاز الميرور دوا والوميتال بعرض الحطة كلها بعرض البيت خلي بالكم بالنهار اي حد مش هيشوف حاجة جوا سواء بقى في البلاكونة او في الريسيبشن او في قط النوم لكن وانس انك تنور لمبة واحدة بس ويمكن فيه ناس ما تعرفش الحكاية دي لمبة واحدة بس بتكشف اللجوة كله فده معناه ان انا ممكن لو انا في الريسيبشن او مراتي او اختي او بنتي او اي حد واقعدة في بيتها في بيتها في بيتها ممكن تتصور برضو بالزوم ده ده مصور بزوم يا جماعة ده مصور بزوم جامد يعني الله اعلم كاميرا ولا موبايل حديث يعني زوم جايبها جايبها ويشير وترند وبعد كده يروح يقدموا بلاخ في الاسم جميل قوي الست دي طبعا لو كانت مصرية دي كانت تبهدلت تبهدلت حتى من الناس يعني انما طبعا في الاسم قفلوا الموضوع وعملوا تصالح يعني الناس اللي هم مصورين ومشيرين دول قالوا تصالحوا بقى مع الست يعني مش عارفت تصالحوا معها ليه وعشان ايه وما توجهت لهمش تهمة ليه على فكرة انا تذكرت اغنية لذيذة قوي للجسمي الفنان الجميل الراكح سين الجسمي لما كان في اهل كايرو كان بيقول انا ليه طلب عندكم والنبي علشاني حدش يعرف نمرط طبيب نفساني او دكتور نفساني احنا فعلا محتاجين دكتور نفساني يا جماعة احنا قوانيننا الشرعية وبتكلم هنا من ناحية الدينية بقى وانا لست بفقيه فيها كل ما يعني يمنع كل الكلام ده غض البصر عدم التجسس عدم التلصص كل ده موجود عندنا بس احنا سايبينه احنا بس بنقرأه لكن لا نتدبره ولا نعمل به معرفش ان القوانين في شرم الشيخ والغرداء والسحل الشمالي غير القوانين في القاهرة الكبرى او في التجمع الاول ارجوكو يا جماعة الموضوع ده في ريحة اسمه ايه ده الموضوع ما يعديش كده لان بعد كده حيتعمل زيه كتير قوي 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 لو تساب لازم يحاكم وتوجه له تهم النيابة العامة توجه تهم للي صور تلصص واللي صور السيدة دي تلصص دي في بلاكونتها في بيتها الفعل الفاضح مكتوب كده في القانون فعل فاضح في الطريق العام يعني انا مش قادر استوعب يا جماعة مش قادر استوعب يعني نفترض مثلا واحد قاعد في بلاكونتو قاعد في بلاكونتو لمواخزة يعني قاعد في بلاكونتو ومريح كده وقالع كده ولبس شورت ولا لبس حاجة واحد راجل مش هتكلم عن ست مع ان ست مهمونك بتعمل كده برضه وقاعد مثلا ومسلم شوفوا بقى انا حوصل لحد فين ومسلم وقاعد بيفطر في نهار رمضان بيفطر في نهار رمضان دخلك ايه؟ حضرتك يعني حضرتك دخلك ايه؟ اه دخلك ايه صحيح؟ هتعمل ايه؟ هتقفل انت البلاكونة بتاعتك وتخش تشوف حالك جوه تكمل صيامك شوف انا وصلت لحد فينه؟ يا جماعة ما تخلوش العالم يعني يضحك علينا يعني اعتبرنا مزدوج المفاهيم ومزدوج المعايير هم هناك على فكرة متعودين او القوانين بتاعتهم او اخلاقهم او صفاتهم او اي حاجة اي حاجة اي حاجة اعتبرها زي ما انت تعبيرها هم متعودين محدش بيبص على حد وهي الست دي لما طلعت هي ما تعرفش ان فيه حاجات من دي يعني هي طلعة عارفة ومتأكدة ان مفيش حد بيتلصص عليها ولا يعنيه اللي هي فيه بقول ولا يعنيه يعني هي اللي طلقت في البلكونة معها شاب ولا راجل لابسته ولا حضانته مع ان احنا شوفنا الكلام ده في السحل الشمالي في الحفلات طب بلاش ده اروح معاكم الحتة تانية معلش وبرضو انا مبدفعش عن السيدة مع ان هي السيدة ما عملتش حاجة الست دي ما عملتش حاجة على فكرة ده احنا بس اتعملنا فضيحة هقولكو على حاجة التيك توك واليوتيوب ده فيه فيديوهات لسيدات مصريات والله يا جماعة اكيد انتو بتشوفوها يعني ما انا شفت برضو اسمه الروتين اليومي الروتين اليومي تطلع ست كده زي البولدوزر لمؤخزة مع احترام يعني للسيدات وللأسف مصرية وبتشير الكلام ده للعالم كله لابسة جلبية شفافة ورش عليها شاطمية عشان تلزق قوي يعني وتوقب بقى تعمل توضب السرير وتوضب مش عارف الكنبة وتكنس الارض وتعمل كده ومصدرنا حاجات كده غريبة جدا ومع الاسف يعني مع الاسف والله انا خجلان ان اقول الكلام ده بس انا مضطر اقوله علشان اوصل لكم الفكرة والله يا بجد يعني حرام يعني حرام وما يصحش انك تاخد زنب عليها انك تشوفها يعني لان يعني يعني ما هي الحاجات دي على فكرة الروتين اليومي ده بيتعمل في اوروبا والدول المتقدمة وروسيا واوكرانيا والحاجات دي في فيديوهات مين دي يعني بس تصدق لو انت بسط عليهم هتاخد زنب اه يعني ما انت هتاخد زنب ما انت بتشوف بقى واحدة كده بس عارف تبقى حاسس ان انت خدت زنب علي حاجة شفتها انما دول اللي عندنا بيعملوا حاجات تاخد عليها زنب يعني لمعاقزة لمعاقزة يعني تبقى احمر في الدنيا واحمر في الاخرة انك تاخد زنب علي حاجة زي دي حاجات مقززة نهيج بقى عن الحاجات الاباحية اللي اتعملت من مصريين ومصريات وسمعت ان فيه ناس اتقض عليهم او ناس اتحقق معاهم بس مش كلهم جزء منهم ويوميات مش عارف مين ومين مع مين وكل واحد جاب مراته ولا جاب واحدة وقاعد يعمل بيها في القرية وفي الريف وفي المدينة ومصريين وبيصدروا للعالم تؤمنت حضرتك تيجي على واحدة خرجة من الريسبشن دخلة على البلكونة تعمل حاجة او تجيب حاجة او تنشر حاجة وترجع تاني لا عملت فعل فاضح في الطريق العام ولا مسكت واحد حضنته ولا شاورت لواحد قالت له تعالى انا مش قادر استحمل انت مصري مش ممكن يعني اسيبك مفيش الكلام ده مفيش الكلام ده يا جماعة الكلام دوا يعتبر كده يعني يعني قهر للناس وصورة سيئة لمصر بتفتح السياحة انت فاتح السياحة والسياحة كترت عندك اليومين اللي فاتوا لا ليه ليه تكتر السياحة وليه الناس تشتغل وليه الناس تعيش لا لازم نكتمها باي حاجة شوية حاجات من دي تخلي الناس يلغوا فيه على فكرة اوكرانيين لغوا صفرهم لمصر وروسيين لغوا صفرهم لمصر وكانوا حاجزين بعد الوقعة دي قالك ايه ده طب واحنا يعني حنروح بقى يعني حنروح نعملي بقى حيلبسوا ايه حيجوا يلبسوا ملس يا جماعة يا جماعة العقل العقل وهاتوا اللي صور ده وعمل زوب وعمل بتاع وكلام من ده هتوه ده التصالح اللي اتعمل ده كان لصالح الراجل او الست اللي صوره وبقى انت خايف على ايه خايف على جوزك لو انت ست اللي صورت ده يعني خايف على جوزك يعني اللي معاقزة على بعد ربعمائة متر طب ما تقول الجوزك غض بصرك يا اخي ده دانا بيقول كده ولا تجساسه ما قلتلوش ليه كده وبعدين تأكدي تماما يعني ان السيادة الاوكرانية دي مش مهووسة قوي يعني بالمصريين دول يعني مش مهووسة قوي عندها عندها في كل حتة فمش هتيجي هنا تدور على الكلام ده لو سمحتوا لو سمحتوا يعني نركز شوية وننتبه لبلدنا وننتبه لاقتصادنا وننتبه لصورتنا قدام العالم يا جماعة ما يصحش كده ما ينفعش بالطريقة دي سيدات محترمات في التجمع كانوا راحوا قابلوا السيدة دي وقالوا لها بالانجليش لو سمحتي الحاجات دي يعني مش هنا في شرم الشيخ عشان شرم الشيخ ليها قوانين اخرى الغرداء ليها قوانين اخرى السحل الشمالي بقى ملوش قوانين خالص ارحمونا ارحمونا وما يبقاش فيه ازدواجية في المعايير انا قلت الواقعة واللي حصل فيها ومش عايز اقولكو يعني رد الفعل برا شكله ايه ومش عايز اقولكو رد الفعل في روسيا واوكرانيا ده السياحة في روسيا كل يوم سبع طيارات يا جماعة كل يوم سبع طيارات من روسيا عالغرداء وشرم الشيخ لو سمحتوا لو سمحتوا غضوا بصاركم وملكمش ده بطبصوش لحد انا كنت بشوف السيدات هناك يعني مش عايز اقولكو يعني مش عايز اقولكو والعين هناك 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 عندهم بس مفيش حد بيبص على حد مفيش حد بيبص على حد الا لو كان مريض احنا بقى بقنا مرضى اهلا وسهلا يبقى فعلا على رأي حسين الجسمي محتاجين طبيب نفساني انا قلت كل اللي عندي دلوقتي اه وانا متابع الحكاية دي وامتابع السيدة دي وعايز اشوف ايه اللي حصل وايه اللي تم بس طبعا هي اكيد خدت بعضها وسافرت يعني ده ما اعتقد او حتسافر يعني خلاص ومش هتكررها تاني يعني مش هتيجي تاني انا في النهاية بشكركم 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 جدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة